بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري صياما مقبولا وإفطارا شهيا ودعوة مجابة بإذن الله تعالى في ليلة القدر هذه عليك أن تحرص كل الحرص أن ترضي مولاتنا فاطمة سلام الله عليها وأن ترضي صاحب الزمان الإمام المهدي المنتظر عليه السلام لأن لهما دور كبير في شفاعتهما عند الله عز وجل في تقديري وتغييري مستقبلك لسنة كاملة قادمة إن شاء الله تعالى وهذا ما ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في تفسير ليلة القدر خير من ألف شهر قال ليلة القدر هي فاطمة وليس هذا فقط فالإمام الصادق عليه السلام يقول تنزل الملائكة والروح فيها يقول إن الملائكة في هذا الموضع المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد وأما الروح فروح القدس وهي فاطمة سلام الله عليها وفي رواية أخرى قال بنص العبارة وهو في فاطمة روح القدس وهو في فاطمة سلام الله عليها وهذا ما ورد في كتاب معجم أحاديثه الإمام المهدي عليه السلام في الجزء الخامس صفحة 504 وكذلك في كتاب تأويل الآيات في الجزء الثاني صفحة 818 وكذلك في كتاب بحار الأنوار في الجزء الخامس والعشرين الصفحة 97 وللمعلومة كما يقول الإمام الصادق عليه السلام لماذا سمي الملك ملكاً لماذا سمي الملك ملك لأنه يملك علوم آل محمد ويحتفظ بها لذلك على قول الإمام الصادق عليه السلام بأن تنزل الملائكة والروح أي أن حضور أهل البيت عليه السلام في ليلة القادر وحضور السيدة فاطمة سلام الله عليها عند الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه وهذا الأمر ليس بغريب فنحن نقرأ في قوله تعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فالأعمال ترفع عن طريق صاحب الزمان سلام الله عليه في يعني ليلة الجمعة كما جاء في الروايات أو في يوم الاثنين والخميس وكذلك في روايات أخرى في كل يوم هذه الأعمال ترفع من قبل صاحب الزمان الإمام المهدي المنتظر عليه السلام ترفع إلى الله عز وجل قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ترفع إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى المؤمنين هذا بشكل يومي فكيف لا يحضر أهل البيت عليه السلام ولا يطلعون على أعمال العباد في ليلة القادر كيف لا تحضر السيدة فاطمة عليه السلام في ليلة يعبر عنها أهل البيت عليه السلام بأنها قلب السنة ليلة القادر هي قلب السنة لأنها تقدر حياة الإنسان لسنة قادمة هي أهم ليلة من ليالي السنة بأكملها كما أن سورة ياسين هي قلب القرآن ليلة القادر هي قلب السنة فكيف لا يكون فيها موضع أو يكون فيها موضع أثر أو موضع أثر لرسول الله ولأهل البيت وللسيدة فاطمة سلام الله عليها فلابد من حضورهم وكذلك كما أورد علمائنا العلام بأن حضور السيدة فاطمة عليه السلام والتعبير عنها بأنها الروح التي تنزل مع الملائكة أي مع آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين هذا الأمر طبيعي جدا لأن فاطمة سلام الله عليها كما قال مولانا العسكري عليه السلام نحن حجج الله وفاطمة حج علينا فكما أن الإمام سلام الله عليها الإمام المهدي عليه السلام حجة الله على الخلق فهناك من هو حج عليه وهي فاطمة سلام الله عليها فيرجع الأمر أيضا في ليلة القدر إلى السيدة فاطمة يقرره الإمام بإذن من الله سبحانه وتعالى والسيدة كذلك فاطمة بعد ذلك تنظر إلى هذه التقريرات بإذن الله تعالى لأنها حجة الله على الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه وكما ورد عن علمائنا العلام من أفضل الأذكار في هذه الليالي هو ذكر الإمام الحج المهدي المنتظر عليه السلام الذي تقبل به الأعمال كما قلنا في زيارة دعايا الندبة اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة ذنوبنا به مغفورة حوائجنا به مغضية همومنا به مكفية فإنه ماذا كل شيء الليلة متعلق بصاحب الزمان الإمام المهدي المنتظر عليه السلام الحوائج متوقفة إلا بشفاعته والصلاة لا تقبل إلا بشفاعته والصيام وكذلك الذنوب لا تقفر إلا بشفاعته والهموم لا تزاح إلا بشفاعته فعلينا التأكيد بذكر صاحب الزمان عن طريق جميع الأذكار التي وردت عنه سلام الله عليه أو عن آبائه ومن الأذكار المهمة التي تقضي الحوائج في هذه الليلة هو أنك تقرأ هذا الدعاء المبارك الذي علمه صاحب الزمان عليه السلام لرجل فأطلق سراحه فورا دعاء معروف لدينا جميعا وهو الدعاء الذي نردده دائما عند كل شدة إلهي عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخر الدعاء الذي سوف نضعه لكم في صندوق الوصفة فينتهي بهذه العبارة يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين وكما ورد عن العلام الكفعمي في كتاب البلد الأمين هذا دعاء لصاحب الآمر قد علمه سجينا فأطلق سراحه فكل أمنياتك السجينة وكل طموحاتك السجينة بسجن الظروف والأوضاع وإلى غير ذلك أطلق سراحها الليلة بقراءة هذا الدعاء المبارك لمولانا المهدي عليه السلام ونتمنى كذلك أن لا ننسى جميعا قراءة زيارة آل ياسين هذه الزيارة العظيمة الواردة عن الإمام المهدي عليه السلام بتوقيعه الشريف التي أعطاها لأحد وكلائه من النواب الأربعة أو السفراء الأربعة لذلك نجد أن زيارة آل ياسين من أعظم الزيارات التي أحب الإمام المهدي عليه السلام أن يزار بها ولذلك نجدها دائما مشهورة ودائما يعتمد عليها في قضاء الحاجات تقرأ أولا ثم تقرأ الأذكار المختصة بصاحب الزمان ثم بعد ذلك سأل الله سبحانه وتعالى ما شئت ولا ننسى ذكر السيدة فاطمة بالصلوات اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها فإن للسيدة فاطمة عليه السلام دور كبير في هذه الليلة ليلة القادر هي فاطمة سلام الله عليها الروح التي تنزل مع الملائكة مع محمد وآل محمد هي فاطمة سلام الله عليها فنسأل الله أن نستحصل رضاها لأنها إن رضيت رضي جميع أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ومنهم الإمام المهدي سلام الله علي برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام سلام الله عليهم